وأخيراً أهلاً بالإيسم هواوي قاعدة تتحدى جوجل بس بعدين ما تتحدى وتتراجع وش السالفة وش قاعدة اللي يصير النتائج لمبيعات 2019 كدها طلعت وفيه أشياء مفاجئة جداً هذه بالناقشة في هذه الحلقة مرحباً أداماً حياكم ربي سلسلة الأخبار أو حلقة الأخبار اللي عندنا أول خبر رح يتكلم عن أوبو أوبو يبقى لنا نتكلم عنهم وعن ساعتهم ما فيها كلام رئيسهم نشر صورة لساعتهم الجديدة ويبغى أن نتكلم عنها ونقول أنها تشبه ساعة أبل ويصير بلبلو والكل يبدأ يناقش ويتضارب أوه أنت مع أبل أوه أوكي يبشر هذه ساعة أوبو وهذه تشبه أبل يلا نضربه في التعليقات وأشهروا ساعة أوبو والله حفظ ذا الحركات والله قبلنا الثاني راح يكون عن هواوي هواوي لها تصريح أنه ما عاد يهمها جوجل هذا بتصريح من مديرهم في أستراليا ولو عادت خدمات جوجل فإنها لن تدعمها لكنها راح تستمر باستخدام أندرويد وستكسر احتكار جوجل هذه هي خطتها لكن بعدها مباشرة قام الشخص آخر بالشركة بنفي التصريح اللي صرحها مدير بهواوي أستراليا وقال بأنه لو رجعت خدمات جوجل راح نستخدمها هواوي وش السالفة؟ تبغون رأيي الخاص هذه مو أول مرة تصوير هواوي وكل صراحة أتوقع بأن هواوي ماشي في طريق قسر احتكار جوجل التصريحات اللي قاعدة تطلع هي بناء على الاتفاقيات الداخلية في هواوي هذا التوقع الخاص بناء على أشياء معينة خليني أتوقع هذا التوقع لكن إدارة هواوي يبدو لي بأنها ما بدها تطلع بالوقت الحالي بشكل تحدي لجوجل والأمريكان يبغون يشتغلون من تحت التحت لكن هذه التصريحات قاعدة تطلع من هنا ومن هنا بدون تصريحات تعتبرها غير مدروسة بدون اتفاق مسبق هواوي كذا بلموا نفسكم شوية كذا تماسكوا اتفقوا ننتقل للحديث عن النتائج المالية أبل وكذلك سامسوك أعلنوا عن نتائجهم المالية اللي كان فيها أشياء عادية متوقعة وأشياء مرة غريبة صراحة ومؤسفة مثلا من الأشياء المؤسفة هي إعلانات سامسوك نفسها اللي عنت عن نتائجها المالية قالت بأنه لحسن الحظ مبيعات الجوالات خلال الربع الأخير من 2019 تحسنت وباعوا جوالات أكثر لكن في الوقت نفسه سامسوك شبه قاعدين بيعوم خسارة الدخل من قسم الجوالات انخفض قسم الجوالات أداءه هو الأسوأ خلال أو منذ ثلاث سنوات الأخيرة إضافة لذلك حرقوا كثير فلوس في التسويق وضعهم سيء دخل الشركة بشكل عام انخفض 50% وهذا مو أول ربع نسمع عن هذه نسبة ضخمة في الربع الذي يسبق تقريبا انخفضت 60% كذلك بوضع سامسونج مؤسف صراحة لكن من الأشياء العادية اللي يعني عنها وهي الطبيعية انه خلال 2019 كامل مبيعات سامسونج كانت الأولى بالجوالات تستمر بالمركز الأول ثم تيجي بعدها هواوي ثم أبل بالمركز الثالث هذا مقارنة بالسنة اللي قبلها 2018 سامسونج و هواوي كان في تحسن في مبيعاتهم ارتفعت مثل ما قلنا سامسونج ارتفعت مبيعاتها أبل انخفضت وهذا كله كان يعتبر متوقع وعادي ثاني شيء من العلانات المتوقعة كان سوق التابلت لا يزال آيباد مسيطر على السوق وبفرق ضخم عن حتى صاحب المركز الثاني استحوذ على 36% ونص تقريبا بينما أقرب منافس له هي السامسونج اللي استحوذت على أقل من النصف وهي 16% فقط ثم تيجي هواوي طيب ايش الأخبار المفاجئة او ايش الجوانب المفاجئة المفاجئة هو ان الربع الأخير في 2019 أبل كسرت الدنيا صراحة لما عانت عن نتائجها أنا صدمت المالية سواء هما أو حتى لما عانت اي دي سي فكانت مفاجئة بالنسبة لي أبل قالت بأنها دخلت أعلى دخل ربعي في تاريخها كله وهذا يشير إلى أنه أبل قاعدة تتحسن وضع قاعد يتحسن ما قاعد ينخفض مبيعات آيفون كانت ممتازة مبيعات الخدمات كانت ممتازة مبيعات الأجهزة الملبوسة مثل السماعة والساعة كانت ممتازة جدا نعتقد آيفون الحالة حقق حوالي 55 مليار هذا الرقم كبير جدا إضافة إلى ذلك فإنه اي دي سي قالوا عن نتائجهم وإحصائياتهم اللي أكدوا بأنه أبل كانت الأكثر مبيعا بهذا الربع تجاوزت حتى هواوي وسامسونج اللي خلال الشهر الأخيرة من السنة هواوي وسامسونج عانوا من انخفاض واضح بينما أبل كانت قاعدة تزيد من المبيعات بآخر السنة والسبب والفضل هو آيفون 11 وآيفون 11 برو وهذه السلسلة اللي تسببت في زيادة أبل واستحواذاتها في كثير من الدول حول العالم حتى بالسوق الهندي لكن تتخيل سوق الهندي ترى صعب أن أبل تمشي فيه لأنه أسعر جلزة غالية والسوق الهندي يبحث عن أجزة رخيصة حقق ونجاح من قطع النظير في عدد من الدول زادت نسبتهم في السوق الهندي وفي أسواق أخرى مثل اليابان اللي استطاعت أبل أنها ترجع بالمركز الأول في السوق الياباني أبل سوت كثير استراتيجيات مع آيفون 11 وآيفون 11 برو راح أتكلم عنها بفيديو لاحق إن شاء الله هي اللي تسببت في نجاحهم لكن بالوقت نفسه اللي واضح لي أنا بعد ما صارت الثالث صار موضوع هي تحسست منها هذا اللي أعتقد فيها بالتالي سوى سياستها في الآيفون 11 ويبدو الآن بأن أبل راح تطلق آيفون 9 قريبا خلال الشهرين أو ثلاثة شهور القادمة وهذا راح يكون بسعر المنخفض وراح يساعدهم أن يأخذون حصة أكبر في الأسواق هذه يبدو لي هي خطة أبل ثم الخبر اللي ينتظره كثير شريحة اسم أصبحت قضية شبح عامل المهتمين بالتقنية في السعودية كثير ينتظرها تم تعطيلها من الهائية بحسب معرفتي أنه لجوانب أمنية كانوا يشتغلون عليها مشكورين الآن بعض الأخبار الجديدة تعود وتقول أنهم سيعود أو سيتم أطلاقها قريب جدا جدا خلال الشهر الحالي ثبراير إلى مارس المقبل وأخيرا نتمنى بأن الأمور تمشي تمام بدون أي تغيرات هذا سيكون خبر جميل جدا راح يجلب بعض المنتجات التي تهتمد على الشريحة الإلكترونية مثل ساعة أبل الستانلس تيل ما هي بالعادية كذلك راح تتفاعل الشريحة الإلكترونية في آيفون اللي كثير يجيني أسئلة عنها متى تتفاعل فهذا هو الخبر ضمن أغرب شي صار لأنه شركة كافيار روسية اللي معروفة بتعديل آيفون وبتعديل منتجات أبل عدلت آيفون هذه المرة وصوت نسخة منه من الفولاد مستوحى أو تحاكي سيارة إيلون ماسك اللي هي سايبر تراك الجوال يسموه بسايبر فون طبعا فولاد قوي جدا يحمي من السقوط يحمي كل شيء عليه غطاء هذا الغطاء يحميه من الأمام ويتحرك بلوك نفسه ويصير قاعدة وسعره لا تتوقع أنه منخفض الروس كعادتهم معروفين بالفشخرة سهر عشرين ألف ريال واو طبعا الصدق والله أعجبني صراحة والله صراحة كافيار كم آخر ننتقل إلى الخبر اللطيف جدا واحدة من الشغلات اللي كانت حلمي أني أنا شاحن واحد أستخدمه مع كل الأجهزة أقسم بالله شيء خرافي جدا الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أخيرا أنهى تصويتها اللي قرر الأغلبية أنه لابد من توحيد مدخل USB-C الاتحاد الأوروبي طبعا جال السنوات ويحاول توحيد المداخل وهذا الشيء اللي ما يعرفه الكثير بدأ من التسعينات لما كان فيه تسعة وثلاثين مدخل نعم تسعة وثلاثين قلصها إلى تقريبا ثلاثة مداخل الآن عادة بمحاولة مرة أخرى السنوات الأخيرة كان يحاول لكنه ما قدر لكن الآن إيش الشيء اللي يتغير اللي يتغير هي أبل أبل خلال السنوات الأخيرة تقريبا بدت بتوحيد شوية المداخل آيباد صار في USB-C اللابتو حقم صار في USB-C وهذا دفع كثير من اللابتوبات في السوق هنا تصير USB-C فبالتالي هذا سهل القرار أمام الاتحاد الأوروبي أنهم يتقنون القرار بإجبار الكل يستخدم USB-C أو أنهم يوحدون المداخل أي أن كان هذا المدخل لأنه ما عد بقى إلا عدد بسط جدا من الأجهزة منها آيفون فبالتالي أصدروا هذا القرار متى حيدخل حيز التنفيذ إلى الآن ما نعرف فيه أخبار بأنه احتمال في أبريل المقبل لكن ننتظر ونشوف فيه احتمال بأنه أبل ما تغير المنفذ لكنها توفر مع الجهاز أدابتر أو قطعة اللي تخليك تقدر تشبك USB-C وتشحم في جواله أعلمنا بتعليقات أي شرائك بهذا القرار مع أو ضد أو خاف أن أحد من عندك في البيت يسرق شاحنك أعطونا رأيكم بالتعليقات ثم رح نتكلم عن هواوي Mate X S أو Mate X 2 اختلوا في الاسم هذا رح يجي في النصف الثاني من 2020 يقال بأنه رح يجي بستة كاميرات كاميرتين خلفية عفوا كاميرتين أمامية وأربعة كاميرات خلفية هذا الجهاز أيضا رح يكون ونحني قادر تقريبا من نصف فكرة الميت إكس الأول اللي ما عمرنا شفناه هواي ممكن تجيبوناه يعني واحد من أكثر أجهزة المتحمس لصراحة أو للأسف ما قدرت أن يأمتلكها للأسف الجهاز الجديد هذه مرة رح يدعم القلم وهذا مو بأول مرة نسمع بأنه رح يدعم القلم الآن تم تأكيد الخبر وكذا ننتهت هذه الحلقة أتمنى أنها كانت مفيدة لا تنسى أن تشترك معنا بالقناة لمزيد من الأخبار التقنية أراكم فيديو القادم مع السلامة